هل يجوز استخدام الحنة في أثناء الدورة الشهرية؟ نعم لا بأس أن تستاني لمرأة الحنة في حال الحي سواء كان ذلك في الراس أو كان في اليدين أو في القدمين ولكن يجب أن نعلم أن الحنة من جملة الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها لغير من أباح الله بداع الزينة لهم أي أنها لا تبديها للرجال الأجانب فإذا أرادت أن تخذيها للسوق مثلا لحاجر فإنه لا بد أن تلبس على قدميها جوربين إذا كانت قد حنت قدميها وكذلك بالنسبة للكفين لا بد أن تستورهما مع أن فتف الكفين للمرأة هو المشروع إذا كان حولها رجال الأجانب ماذا عن التزين بالحنة والمرأة حائمة التغيين بالحنة لا بأس به لا سيما للمرأة المتذوجة التي تتذين به لذوجها وأما غير متذوجة فالصحيح أنه مضاح لها إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة وفعل ذلك في وقت الحريض لا بأس به وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز المرأة أن تخني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائر وجواب على ذلك أن هذا لا بأس به والحنة كما نعلم يرقبه أثر بل أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوحن فإذا غسلت المرأة أول مرة زالت أجرامه وبقت أثاره الملونة وهذا لا بأس به ترجمة نانسي قنقر